هذا وثمنت فعليات رسمية وشعبية توجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على توفير اللقاح للبحرينيين المتواجدين خارج المملكة ممن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم الارتقاء بالمواطن البحريني وتقديم أفضل سبل الرعاية له هي من أولويات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى وتوجيهات جلالته الأخيرة بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين المتواجدين خارج البلاد تدل على النهج القوم والراسخ في حماية مصلحة المواطن وجعلها فوق أي اعتبار هذه المبادرة الإنسانية السامية من قبل جلالة الملك المفدى تأتي استكمالا لسلسلة من المبادرات وتعكس حب وعطاء جلالته حفظه الله ورعاه لأبنائه وشعبه وتتوالى الإشادات بتوجيهات جلالة الملك المفدى من كافة أطياف المجتمع البحريني من كبار المسؤولين ورجال الدولة عبروا فيها عن عظيم التقدير والامتنان لمتابعة جلالته المتواصلة ودعمه اللامحدود وتقديره البالغ لجهود الفريق الوطني وبهدف تجاوز الظروف الصحية الراهنة بعزيمة وثبات يسعى فريق البحرين على ترجمة التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ الخطط التي وضعت لمختلف مسارات التعامل مع فيروس كورونا والحد من تداعيته بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة وسباقة في حفظ مكتسبات الوطن في الداخل والخارج